بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 7 بارت سري بيهيفير نومنال كابستي اند ديزاين اندر كونسنتريك اكسيال لودز احنا بنصمم الاعمدة اللي عندنا في حالتين حالة اللي هو الكونسنتريك يعني بمعنى ان اللود اللي عندي موجود في السنتر بتاع العمود او في حالة تانية زي الحالة ديات ممكن الحمل يبقى مش موجود في السنتر بتاع العمود وبالتالي حيبقى في اكسنتريستي والاكسنتريستي في الحالة ديات بتساوي المومنت على بي الاكسنتريستي مقدرها ام على بي وممكن بقى تبقى small اكسنتريستي او medium او big اكسنتريستي بالنسبة للبهيفير بتاع الأعمدة عندنا نوعين من الأعمدة اللي هو التايد كولم والسبيرال كولم الفرق بينهم لو أنا شفت اللود ديفورميشن دياجرام بنلاقي التايد كولم الدكتيلتي بتاعته قليلة وده باين من كمية الديفورميشن اللي حصلت قبل عملية الانهيار لكن تقريبا المكسيمم لود ما بيزيدش كتير يعني بيبقى تقريبا سابت لكن في حالة اللي سبيرال بنشوف إيه اللي بيحصل هنا دي كلها كمية الديفورميشن إلى أن يحدث الفيلير اللي عندي وبالتالي هنا بيبقى فيه دكتيلتي عالية في حالة اللي سبيرالي رينفورسيد كولم طيب معادلة الديزاين اللي حنستخدمها بنقول إن الحمل اللي على العمود بيساوي 85 من 100 هي FC في أريا جروس ماينس الأريا ستيل بلاس FY في الأريا ستيل AG ليه الجروس أريا بتاعة العمود يعني العمود اللي عندي بيبقى فيه حديد ولكن إحنا بنحسب الجروس أريا AST اللي هي الأريا أف لونج ستيل FC الكونكريت كومبريسيف سترينس FY لستيل ييلد سترينس يبقى دي المعاملات الموجودة في حساب الديزاين بنقول إن النومينال كباستي بتاعة العمود اللي هي البي إن ده السترينس بتاع العمود بيساوي R مضروف في B0 B0 اللي هو Theoretical Strength طب R ده اللي هو Reduction Factor بيساوي 8 من 10 في حالة العمود الطائد أو 85 من 100 في حالة العمود الـ Spiral وطبعاً بنستخدم Reduction Factor عشان نحق درجة من Safety Reinforcement Requirements إيه هي نسبة التسليح Rho G اللي هي نسبة التسليح بالنسبة للGross Area بتاع القطاع بيساوي Area Steel على Area Gross اللي هي المساحة الكلية بتاع القطاع بالنسبة للحديد اللي عندي في عندي مجموعة من الشروط أو Requirements أول حاجة Minimum Number of Bars Minimum of Six Bar in Circular Arrangement يعني لما يبقى عندنا عمود سيركولر أقل عدد من الأسياخ هو 6 Minimum Number of Bars أربعة في حالة الـ Rectangular Arrangement أو في حالة الـ Square Arrangement برضو بنكمل مع موضوع Lateral Ties فبنقول إن الصيز بتاعها أكبر من أو يساوي Number 3 لو التسليح الطولي أقل من أو يساوي 10 اللي هو الBar رقم 10 أكبر من Number 4 لو التسليح الطولي عندي أكبر من أو يساوي 11 أكبر من أو يساوي 4 لو التسليح الطولي عبارة عن Bundled يعني إيه Bundled؟ يعني التسليح عبارة عن مجموعة أسياخ مجمعة ده بنسميه Bundled Bars بالنسبة للVertical Spacing بنقول إن الـ S أقل من أو يساوي 16 Diameter الBar الـ Db اللي هو القطر بتاع السيخ الطولي أقل من أو يساوي 48 الـ Diameter بتاع الBar في الـ Db الـ Db ده هو الـ Diameter بتاع الطاي أقل من أو يساوي Least Lateral Dimensions of Colum يعني أنا عندي عمود لبعدين في بعد صغير وبعد كبير فبنقول إن الـ S Least Lateral Dimensions of Colum نشوف البعد الصغير بنكمل مع بعض في Requirements بتاع التسليح according to l-A C I بنقول At least Every other longitudinal bar shall have lateral support from the corner of a tie الكلام ده معناه إن أنا ما فيش سيخ في ال-Corners إلا لما حيب مربوط ب كان هنا longitudinal bar shall be more than six inch clear on either side from support bar طب ده example على lateral ties ده عمود في أربع bars هنا في six bars هنا في eight bars ten twelve fourteen هنا في حالة sixteen اللحظ حاجة في جميع الكنات إن يبقى فيه تماثل في توزيع الحديد اللي موجود في الخطاعة زي ما احنا شايفين كده في تماثل في الكنات وبالنسبة لحديد التسليع طيب أنا لو عندي corner column في الحالة دي هستخدم contain في كان في الاتجاه ده وفي كان في الاتجاه التاني حنكمل مع requirements في حالة الspiral column فبنقول size اكبر من او يساوي بالنسبة للspiral 3 على 8 إنش في الدائم اللي clear spacing between the spirals اكبر من او يساوي من واحد الى 3 إنش الspiral reinforcement ratio ازاي بنحسب نسبة التسليع بنقول اللي هي volume of spiral على volume of core ده نسبة تسليح الspirals الro s لو عوضنا في المعادلة دية بيطلع area spiral by dc اللي هو diameter بتاع الكور على ربع by diameter بتاع الكور square في s حيث s اللي هي المسافة او beach اللي موجودة عندنا اللي هي بين كل حلقة والتانية يبقى دية الro s اللي هي spiral reinforcement ratio